وقد ركز جلسات ومحاور المؤتمر الثامن عشر لأصحاب العمال والمستثمرين العرب في يومه الثاني على أهمية التكنولوجيا في تطوير النظم الاقتصادية من خلال التقارب والعوائد البديلة للاستثمار في دفع العجلة الاقتصادية للأمام كما تناولت جلسات ومحاور المؤتمر كيفية إدماج الثورة الصناعية الرابعة بشكل أمثل في ثقافة وعمليات الشركات في العالم العربي لتعزيز المعرفة عن الثروة الصناعية الرابعة ومدى الاستفادة منها في دفع عجلات الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في ريادة الأعمال والابتكار الرقمي ركزت جلسات ومحاور المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والمنتدى العالمي الثالث لرواد الأعمال والاستثمار على المشهد الاقتصادي العالمي وما يمكن إيجاده من عوائد بديلة من خلال الاستثمار وفئات الأصول من خلال ما تحقق للشركات التكنولوجية العملاقة من أرباح طائلة نحن اليوم تركيزنا في هالمؤتمر شلون نجمع بين كل الأطراف المهمة سواء القطاع العام والقطاع الخاص من مستثمرين من رواد الأعمال من شركات صغيرة ومتوسطة من مدارس من جامعات على أساس أن نبههم على أهمية تفعيل التكنولوجيا اليوم طبعاً الجلسة الصبح كان سليم إسماعيل وتركيزه كان أكثر شيء على أساس أنه شوي يعني يصدم السوق التجاري والقطاع العام أنه وين العالم ماشي وواصلة اليوم ووين إحنا الجلسة الثانية التركيز كان على تطبيق الثورة الصناعية الرابعة في الكوربيت كالتشر والأوبريشن الجلسة الثالثة الآن قاعد بنتكلم عن الاستثمار في التكنولوجيا وشلون الاستثمار في التكنولوجيا وتنويع الاستثمار بيساعد الشركات والمستثمرين أنهم يفعلون محافظهم الاستثمارية وشلون التركيز لازم يكون على أي سكترز أوف تكنولوجي الجلسات ناقشت في يومها الثاني الطريقة المثلى لإدماج الثروة الصناعية في ثقافة وعمليات الشركات حيث يعد هذا الحدث المنصة الحيوية لتبادل الآراء والأفكار لصناع القرار نقاشنا كان شلون نربط الثورة الصناعية الرابعة بالاستثمارات البديلة وكيف بورصة البحرين توجهنا من السابق أن نكون واحة من الفرصة الاستثمارية وهذا السلوغن للبورصة وسعيدين وصولنا للمراحل متقدمة من إطلاق أسواق متعددة منها الريت، الفنز، السكوك والسندات، خدمات للمستثمرين، خدمات للمصدرين على أوراق المالية كلها باستخدام التكنولوجيا الرقمية والفنتك الإقتصاد الرقمي المهمة لليوم المستقبل فكل صناعة لها توجه في المجال هذا نحن في صناعة النفط والغاز طبعا نكون نقبلها وتكون عندنا لكن نكون حذرين لأن نحن في صناعة السلامة مهم جدا فيها ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات كبرى نظرا لمتطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة التي تحتمد على البيئة الرغمية وفرص الاستثمار الواعدة إلى جانب ركوب القطاع الخاص قوارب النجاة هذا المؤتمر الذي احتضنته مملكة البحرين سيكشف الرؤية المستقبلية للعالم العربي والذي يرسمه المستثمرون العرب ورواد الأعمال ليكونوا هم الثمر للاقتصاد الوطني وللعالم العربي بما يعود بالنفع والخير على الجميع طلال نايف لمركز الأخبار تفزيون البحرين تفزيون البحرين